كان فيها بعض المعميات عندما يتهم إلى أنه هناك أحزاب تكمن وراء الفساد كان المفروض أن يعين ويشقص هذه الأحزاب بالاسم لأننا لم نعد بحاجة إلى فكر معمى وإلى بيانات معمى ينبغي وضع النقاط على الحروف أخي لقد ملت الناس من هذه الاتهامات ومن هذا التصوير الشكلي للأزمة هناك أحزاب نعم لكن هذه الأحزاب من هي الأحزاب من قالت هؤلاء الأحزاب آلية هذه الأحزاب في السيطرة على مفاصل الدولة وابتزاز الدولة نحن نحتاج إلى توضيح أكثر هذه عناوين عامة وليست عناوين مشخصة الآن حل المشكل في كل دول العالم المتقدم إنما تتم من خلال تشخيص المشكلة وفارس المشكلة المشكلة وسبب المشكلة وعنصر المشكلة البشري في الموضوع أما الاكتفاء بهذه الأسباب وفي اكتفاء بهذه العناوين العامة أعتقد إلى أنها لا تقدم حلا ناجعا أو أنها طريقة غير كاملة لعرض المشكلة هذا واحد الشيء الثاني إلى أنه كانت الوثيقة رغم شارتها إلى أن هناك أحزاب هناك كتل المفروض أن يبين لنا سيد علاوي الآلية التي تستخدمها هذه الأحزاب وتستخدمها هذه الكتل وكذلك القوى التي تقف وراء هذه الكتل ترجمة نانسي قنقر